أولاً يعني أنت اختارتي فنان قريب من قلوب البشر كلها اختيارك لعبد الحليم مش بس عشان هو فنان كبير مش بس عشان هو تاريخ مش بس عشان هو حكايات خاصة جداً هل في حالة معينة بتربطك أنت بي ككاتبة وبينه كمطرب كل جيل؟ حليم مش مسألة سيرة بني آدم لأ دا أنت بتجيبي حقبة زمنية هتلاقي نفسك غصبة عنك بتتكلمي على قمم في الغناء وفي التلحين وفي الكلمات زي مثلاً عبد الوهاب ومكلسوم هتلاقي نفسك بتتكلمي على قمم في السياسة زي مثلاً علاقته بجمال عبد الناصر فبتتكلمي على حقبة مفصلية لأنه هو ظهر بعد ثورة يوليو وكانت الناس يعني متحفزة لمستقبل أفضل ما فيهوش ظلم ما فيه رفاهية فيه مستقبل أفضل فكان هو الصوت والشخصية اللي كانت بتقدم كل الأمال وكل الأحلام بتاعة الشعب في ذاك الوقت طبعاً أنا الجيل بتاعي يعني متربي على أغانيه وتعلمنا الحب منه يعني كتير طبعاً اتكلموا عن حليم كتبوا عنه يعني كتبوا وعملوا أفلام وعملوا دراما يعني حليم يعني مادة ثرية جداً لكل فنان بالضبط يعني أنا حتى بقول لو شريحة واحدة بس من حياته دي لوحدة هيكتب عنها كتاب يعني المرض يكتب عنه اليتم المجهود الحاربي طبعاً طبعاً علاقته بجمال عبد الناصر فأنا حبيت أقدم حاجة مختلفة ممكن ما حدش عملها قبل كده اللي هي سيرة روائية سيرة روائية يعني أنا أكتب سيرة عبد الحليم بشكل وأسلوب روائي حليم بين الماء وبين النار ويمكن هو ده الاختلاف اللي أنت حبيت تقدميه شكراً للمشاهدة